بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله مساء جديد في المقاربات فأهلا بكم وسهلا هذا حرام وحرام عليك وعليه الحرام هي عبارات دارية شاعد على ألسنة الكثيرين حتى أصبحت من اللغة العادية والمستهلكة فهل يعي الناس حدود هذا المصطلح وأبعاده أي مصطلح الحرام فما هو الحرام ومن الذي اختص بحق التحريم وهل التحريم هو النهي وكيف ضبط القرآن الكريم مفهوم الحلال وحدته تحديدا قاطعا الاستشاري والطبيب النفسي وخصائي علاج الإدمان دكتور عمر محمد سعيد الشفيع عايد من سويسرة في إجازة غصيرة يشرفنا أن يطل عبر المقاربات عليكم في هذه الحلقة حول نظرية التحريم في القرآن الكريم دكتور مرحب بيك ونسعيد بحبورك مرحب بيك وبسم الله الرحمن الرحيم والشكر الجميل موصول لقناة الشروق ولبرنامج المقاربات ولسيد برنامج المقاربات دكتور الجيلي وإن شاء الله ربنا يسر لنا أن نقدم ما يفيد إن شاء الله تعالى دكتور نظرية التحريم يعني قبل ما نخش في فكرة النظرية نفسها مصطلح التحريم هل الإشكال هل القضية نفسها في المصطلح هل في المصطلح نفسه ولا في تطبيقاته بعد ذلك على أرض الواقع بسم الله الرحمن الرحيم هي القضية مركبة لأنه نحن طبعا تاريخنا أبعدنا عن القرآن العظيم أصلا فالقرآن أصلا كتاب هو قرآن يقرأ وكتاب كتب وصحف مطخرة فكتبه النبي عليه السلام وتركه في بيت حفص ثم بعد ذلك بعد سنوات طويلة 33 عام يعني كتب منه أو نسخ منه عثمان بن عفار رضا الله عنه نسخ أربعة أو ستة ففي هذه السنوات لم يود الكتاب في أيدي الناس ولكن كان في صدور الذين أوتوا العلم جزء منه ناس تحفظ آيات ناس تحفظ صور ولكن الحياة سائرة من غيره وبعد ذلك أيضا الكتاب لم ينتشر كثيرا يكتب الناس بعيديهم يسموه غرفة أو أجزاء حتى جاءت المطبع الألمانية جوتنبير وثم بعد ذلك رفض المسلمون الدولة العثمانية وبعدها بمئة عام حتى بدأت طباعة الكتاب ولم تمتشر إلا أخيرا في هذه الفسرة اجتهد الفقهاء والفقهاء في ذلك العهد كانوا يمثلون المجلس الوطني أو البرلمان لأن الدولة لا برلمان لها فالفقهاء هم الذين يضعون القوانين وكانوا نوعا ما بعيدين عن لسان القرآن ومصطلح القرآن وبالتالي أنتجوا مصطلحات يعني مثل الواجب والفرض والمستحب هذه مصطلحات غير قرآنية فهم كفقهاء مفكرين وفلاسفة يعني مثلهم مثل المفكرين الغربيين لكن القاعدة ليست قرآنية وبالتالي الآن لو رجعنا المشكلة في أن الحرام عندما نقول حرام الناس يعني ما عندهم الذوق الذي يجعلهم يستشعرون كلمة حرام وهناك خلط من المترادفات بين الحرام والنهي والاجتناب والقرب وأشياء كثيرة ولذلك ما عندنا تدقيق في الحرام فالكتب التي كتبت في الحرام والحلال لذلك كتب كبير أخيرا مثلا أو من أقرب وكتاب القرضاء والحلال والحرام في الإسلام مشهور لكن هو لأن الحرام غير مضبوط فبالتالي بجيب حاجات كثيرة من الحديث من الإجماع ومن هنا كله حرام فحين أنه حندخل على الحرام الحرام هو من حيث المفهوم والمصطلح نفسه طب ورد في القرآن حرم وحرم ورد قبلها الحرام وصف يعني المسجد الحرام المشعر الحرام البيت الحرام ودي يعني صفة من الله يعني كأنما هذه محترمة في ذاتها والنفس في ذاتها التي حرم الله فيها نفس ليست حرام مثل الشهر الحرام والمسجد ولكنها النفس المحرمة وبالتالي دي أن تحترمها لكن في المعنى بتاعه أن هذا منع يأتي من الله ويبلغه الرسول وليس النبي وبالتالي هو مطلق في الزمان والمكان عندما يحرم الله شيء إذا يعني حرم في القرن الرابع محرم إلى آخر الدنيا في المكان وفي الزمان ولا يستثناء فيها إلا في محرمات الطعام وبالتالي نحن لابد أن نحترم هذه الكلمة وكلمة نحترم هي أيضا من الحرام نحترم هذا المصطلح وعندما نقول لشيء حرام يجب أن يكون فعل الحراما وإلا اعتدينا على ساحة من ساحات الله سبحانه وتعالى نعم يعني مبدئيا أي محرم محرم إلى الأبد ما في أي إمكانية ليستثناء فيه إلا في محرمات الطعام ومحرم بالزمان بمعنى أنه ما بيتغير إذا انتغل من مكان لمكان معنى ما بيقع نعطي مثال مثلا الربا لو فهم الربا حقيقة لا يستثناء فيه يعني لا يكتمع مجلس وطني ولا شخص ولا الجيل ولا أنا يقول هناك استثناء في الربا هذا يسافهم نوع على حقيقة ولا يوجد استثناء في الزنا يعني الذي حرم بنص القرآن فقط الحرام هو في القرآن لا يستثناء فيه ولا في حد بيجتمع ولا حد بيستثناء لمحرمات الطعام للإضطرار وليس الضرورة تالي القاعدة الفقية التي تقول الضرورات تبيح المحضرات هذه قاعدة مفسدة لأنه أولا لم يقول الإضطرار قال الضرورة والضرورة قليلة يعني والمحضرات استخدم مصطلح قرآني هو ما استخدم الحرام يعني كهشيم المحتظر الحظير يعني حاجة حضرت كده حددا فالضرورات لا تبيح المحضرات المحضرات إذا قصد بيها المحرمات لا ضرورة إلا إضطرارة في حالة الطعام وممكن نجيها طيب يعني يبدو واضح أنه عندك تفريق حتى في فكرة اضطرة وضرورة طبعا لكن مبدعا كده دكتور خلينا نشوف الحرام نفسه الحرام نفسه من الأساس شنو المحرم أصلا ومنو عنده الحق في التحرين لأنه في خلطة لأنه في جدل فإنه الرسول عنده الحق في التحرين كلام جميل وبالتالي لأنه نقول الرسول عنده الحق في التحرين وكان استندوا على آية فهل هذا يعني أنه الحق ذاצة ليس حق المولى عز وجل المطلغ ببعا نعم الرسول عنده الحق في أنه يحرم وبالتالي زابيك كده معناه في كثير جدا من الحادثة الحرام تدخل في إطار الحرام طيب أولا لابد أن نفرق بين الرسول والنبي الرسول هو الذي جاء بالرسالة والنبي هو الذي يطبق أي أن كان المعنى لكن هناك فرق واضح بين الرسول والنبي الحرام لم يقترم بالنبي وإنما حتى عندما مارس النبي القرآن نزل ينهاه يا أيها النبي لما تحرمها حل الله لكن نأتي الآن للآيات قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله هذا تحريم متصل لأنه قال ما حرم الله ورسوله لم يقل ما حرم الله وما حرم رسوله وبالتالي هو ذكر الرسول ولم يذكر النبي ووظيفة الرسول معروفة أصلا هو البلاغة فقط الرسول عليه تبليغ الرسالة فقط أي اجتهاد فيها هذا في مقام النبوة وبالتالي الرسول يحرم ما بلغه من الله سبحانه وتعالى يعني ما عنده حق يحرم أو يشرع تحريم خاص على طول مساحة القول القرآني الرسول مشرع له وليس مشرعا والآيات كثيرة ويمكن أن يرجع عليها الناس لا توجد آية الرسول يشرع فيها إنما الرسول على طول مساحة النص القرآني مشرع له من أول الفاتحة إلى آخر الناس يعني هذه الآية التي تقول الذين يتبعون الرسول بعدين في صفاتين النبي الأمية لكن هنا الرسول هنا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائس هذا لأنه في آية أخرى ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يحل الطيبات ويحرم الخبائس الرسول هنا يبلغها لكن لا يزيد عليها لكن عندما يأتي إلى النهي النهي طبعا يأتي في القرآن بلا وعندنا القرآن شرحه شرحه جميل في قصة آدم عليه السلام طيب ولذلك نشرح النهي أولا لشان طيب في فرق معنا بين النهي وبين الحرام وفي فرقه وبالتالي الآن نريد أن نشرح النهي لأنه النهي أولا في قصة آدم والشجرة طيب كثير من الناس يقولون هو حرام وليس حرام لأنه قال وَقُلْنَ يَا آدَمُ اسْكُلْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرِ إذن لا ده نهي وشان يريك نهي جا في آية ثانية يعني قال وَنَادَاهُمَ رَبُّهُمَ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَةَ فإذا نوضح أنه لا تفعل هي نهي ما هو الفرق بين النهي والمحرم ممكن نجي للمحرمات المحرم يقوم من الله سبحانه وتعالى أي موجود في القرآن وقال له الرسول مؤبد في الزمان والمكان يعني المحرم في طوكيو محرم في لندن محرم في قوالا لنبور وفي الزمان حتى أخر الدنيا ولا استثناء فيه إلا محرمات الطعام ومحصور في القرآن المحرمات محصورة طبعا ده المحرم ليه كده شما تفعله فيه أشياء تانية وصف الله بأنها في حد ذات حرام زي المسجد الحرام النفس المحرمة المشعر الحرام البيت الحرام فدي يعني برضها محرمة والأشهر الحرم وفيه الشهر الحرم طبعا هو في ونالك فرق بين الشهر الحرم والأشهر الحرم والأشهر الحرم من الله لأن في سورة التوبة زكار يعني الله سبحانه وتعالى الأشهر عنده إثنى عشر شهر يوم خلق الصماتة الأرض وأذن منها أربعة حرم وحرم لأنه يحرم فيها صيد الطعام يعني ما أنت علاق بالحج لكن نرجع النهي الله سبحانه وتعالى ينهى والنبي ينهى وأنت تنهى وأنا أنهى والمجلس التشريعي ينهى ولذلك في حديث روية عن نبي صحة الرواية قال ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ما قال حرمته النبي لا يستخدم التحرم زي ما في الدقة في النفس النبي لا يقول للروح يقول والذي نفس محمد بيده والناس الآن بيقول لك الفتحة وروح فلان هي الصحة على نفسي فلان ولأنه ليه لأنه النبي عليه السلام القرآن يسر بلسانه فلذلك إذا فهم الإنسان لسان القرآن بيعرف الحديث ذاته قاله النبي ولا ما قاله لأنه فيها حديث كثير ووضعه أعاجم يعني ويقال أنه قال لها النبي فالنهي هو فلسفته بأنه تقوم عليه الحياة يعني مثلا السجائر هو ما حرام لكن ممكن أنا أنهى عنه لكن بكرة لو واحد وظن فيه لأنواع الكويتية صنح سجار غير مضرة نعم أنا ممكن أنهي النهي وخلص الناس تسجر ما فيها مشكلة وبالتالي شغل البرلماني شغل المجالس هو في النهي أنك تبتنهى عن حاجة وممكن تجد فكة إذا فك الموضوع وممكن نذكر استكمال للنهي آيات هنا يعني في سورة آل عمران 130 بيقول لك يا أيها الذين آملوا لا تأكلوا الربا أضعف مضعفا الربا حرام وحل الله البيع وحرم الربا لكن أكله ده طبعا إذا فهمنا الربا أكله أضعف مضعف منه عنه خبس؟ يا أيها الذين آمنوا والخطاب للذين آمنوا لأنه ما للمؤمنين المؤمنين ما بيعملوا لكينا يا أيها الذين آمنوا لا يحلوا لكم أن ترثوا النساء كرها ده نهي لكن المشكلة أنه النهي فيه نهي يصعد إلى التحريم حنجفه محرمات المتلوة وفي نهي ممكن المشكلة الثانية النهي لنا كأفراد نلتزم به كاملا لا يفك النهي إلا مجلس أو دولة يعني ربنا عندما قال لا تجسسه أنت لا تتجسس وأنا لا أتجسس لكن الدولة إذا جاءت مصلحة يمكنها أن تتجسس لأنه ده نهي وليس حرام لأنه لو كان حرام لا تفعله وبالتالي يعني نفهم أنه النهي فيه استثناءات النهي لا يمكن فكه يعني أنا مثلا أقول لك لا تدخن لأنه فيه ضرر يجتمع مجلس علمي يقول ما فيه ضرر وتغير الظرف زي الحديث بتاع النبي لو صحة أنه كان يمنعهم زيارة القبور نهاهم وبالتالي يتفك السبب فقال لهم ألا فزوروها ده هي الرواية ماشية لكن هنا في آية بتقول لي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فدي ده غير البغي لأنه استرق حرام مع البغي لكن فيه الآية اللي بتقول شون ولا تقتلوا أنفسكم ده نهي طيب طيب النهي المتلو شنو يا دكتور الحديث عن حي اسمه النهي المتلو هل هو ده النهي الوارد في القرآن فقط ولا ولا يفهم في سياق آخر عنده دلالات أخرى لا لا هو من النهي المتلو الحرام هناك ممكن نتوقع الحرام المتلو اللي اسمه المحرومات المتلوة اللي هي دي في الآية بقول شنو قل تعالى أتلوا ما حرموا ربكم عليكم هذا خطاب للرسول للنبي عليه السلام وهو يتلوا علينا ما حرمه ربنا وجات ربكم وليس الله لكن هذه المحرمات كان فيها نهي ألا تشركوا به شيئا يعني لو قلت لا تشرك بالله هذا نهي لكن هذا النهي رفع على درجة التحريم المتلو ثم قال وبالوالدين إحسانا دا أمر وبقى لو اتخالفت بقى حرام ولا تقتلوا النفس التي حرمه ولا تقتل أولادكم من إملاقهم دا نهي لكنه رفع على درجة الحرام وبالتالي النهي متحرك وممكن يبقى يعني كما حدده القرآن نهي أصبح في الحرام ويرد بصفة النهي ودي لو الناس درسوا دي فيها تدرج في رسالات الدين يعني ممكن يكون في رسالة سابقة كان نهيا ثم في الرسالة الخاتمة وصعد حتى أصبها حراما لأنه أصلا طيب طيب ليه ما جاب يصغط الحرام مباشرة دكتور نهي واحدة من ميزات القرآن دا يريد أنه دا الزات في البشرية جا كيف زي ما أنا قال حرمت عليكم أمهاتكم مباري شنو الترتيب دا بيريد أنه التحريم جا كيف بالتدريج فالآن يتا بيقول لا تشيك ودي كانت كده يعني لكن الآن لنا في الرسالة الخاتمة على لسالة النبي أنه تلاوة حرموا أطلوا ما حرم ربكم عليكم لا تقتل أولادكم من إملاق نحن ورزقكم منكم ولا تقربوا الفواحش مع أنه الفواحش وردت في آية أنه تحريم لكن هنا داري وردك أنه هي كانت نهي ثم رفعت لدرجة الحرام المتلو ما ظهر منها ومباطن منه نجيا لكن الآية هنا وسطهم دي اللي يمكن نركز على نحنا لأنك تعاليم نفس ولا تقتلوا النفس اللي تحرم الله بالله بالحق إذن أولا النفس في حد ذاتها حرمها الله هي ليست النفس الحرام وإن النفس المحرمة لأنه دا تفعيل ثم ثانيا لا تقتلوها دا بيقى حرام وفي الحالة إلا بالحق إذا في حق ما تقتل أو من لكن كلمة بالحق دي مهمة جدا طيب هو شلو الحق الممكن يخلينا نقتل النفس ما دا بعد ذا بدخلنا في النهي البيهناف لا تقتلوا أنفسكم يعني وفي الآية بعد ذاك استثنت قالتني إذا في حالتين إذا واحد قتل وإذا فساد في الأرض يقتل مهم يقتلوا وإذا في فساد في الأرض هم سببين طيب يقتل فيهم الحالة دي يخش في الغتل الرحيم دكتور دي بعد ذاك ما يعرف يعني ما يعرف إصطلاحهم في الطب للغتل الرحيم اليوثانيزيا اللي هو دي القرآن في دي دقيق جدا ويجب أن نفهمه لأنه الناس على فكرة بيتكلموا فيها كلام غير دقيق اللي بعدنا عن لسان القرآن اللي هو الانتحار إصطلاح أنا ما أعرف مدى دقته لكن واحد انتحر الناس يقول لك أولا الحرام وسنقول لك بيدخل النار لكن لازم نفهم نحن هو انتحر ليه هو ممكن يكون انتحر رضا أنه عنده مشكلة نفسية ولذلك من دقة القرآن قال ولا تقتلوا أنفسكم ولذلك إذا في شخص قتل نفسه لسبب عنده مرض نفسي واضطر لأي شيء يعني هو قتل نفسه ومش مرحلة النهي هو ارتكب النهي ده ما حاجة كثة لكنه مرتكب حرام ونحن ما من حقنا نحكم على علم حكم هنا عند الله لا يعلمه إلا الله لكن ما من حقنا نحكم على نقول هرتكب حرام وهو حيدخل النار وكذا لكن نحن مفروض نتابع الإنسان زي ما بحصل في الدنيا ونمنع الأسباب ونعالي يعني لأنه لانتحر هذا بحصل بحصل في القرى أنا شفت يعني أسباب معروحة لكننا عام ندرسها طيب برضو يا دكتور القتلى اللي بغرره الأطباء يعني شخص مثلا يكون عنده مرض مستعصي شعر بأنه ما في إمكانية لشفاه ورؤوا لطباء وقدروا أنه يعني الموت أفضلوا من الحياة فهذا اللي بدخل فيها لا تقتل أنفسكم ده نهي يفكوه المجلس المختص عندنا نوعين في القتل الرحيم وفي الموت الرحيم القتل الرحيم ده طبعا تحديد يعني الفريق اللي حصلت لي قتل ولموت أنه واحد كبير أو عيان ويمنع منه الأدوية وخله يموت يعني دموت طبيعي يعني كذا بس وقفوا الأدوية اتفقوا معه وحصل يعني بيجوا الأهل كلهم بيتفقوا بيجلس معهم المدكتورة والمستشفى وهو ذاته بيكون موافق وبيكتب فبقون بيوقفوا الأدوية وبيخلوه يموت موت تدريجي كذا وخلاص مقبول القتل إذا هو مثلا متعذب شديد ويعطوه دواء لشان يقتله يعني فيه مادة فعالة دي ما كثيرة لكن إذا الأطباء قرروها يموت في النهي لأنه هو لحد الآن العلم ما تقدم ما يجاب له علاج وهو يتعذب فبالتالي ممكن إدوه مادة يقتلوه لكن دي ما بعمله أنا كفرد ولا إنت كفرد دي بعمله مجلس كامل نعم طيب يعني نفهم كذا الآن أنه فيما يتعلق بالنفس هو نهي وليس تحريم لا في نوعين النفس بغير الحق تحريم ولا تقتلوا أنفسكم ساتة لقصة الانتحار والأمراضة النفسية ناهية طيب نرجع مرة ثانية دكتور للمحرمات في يعني أنا ماذا نخفز لكن أنت شرط لفكرة التدريج في التحريم والآن يعني كثير جدا من الناس أنه ظهرت في القرآن الكريم أشياء تم تحريمها بالتدريج منها الخمر فقضية تحريم الخمر بالتدريج هل هي كذلك في القرآن الكريم يعني ويفهم الناس برضو من تحريم الخمر بالتدريج زي ما يتحدثوا يعني فوقها في ذلك الوقت أنه لو حرمت مرة واحدة يمكن الناس ما كانوا يلتزموا بالتحريم فهل هي كذلك في لسان القرآن الكريم طيب السؤال جميل لكن إحنا عشان نجي للخمر لازم نتكلم عن حرام الطعام الطعام ربنا حرم عليكم الميتة والقرآن عندما يأتي بكلمة لفظ أو آية تأخذ الميتة معرفة إذن الميتة كلها حرام جلدها أظافرها كلها لكن بعدها قال والدم الدم يبقى حرام طبعا فسروا قال دم مسفوحا قال ولحم الخنزير هنا بتقابلنا مشكلة القرآن دقيق قال لحم الخنزير هل اللحم مقصود به اللحم أم اللحم والشحم لأنه في آية تاني بقول فكسونا العظامة لحما هل اللحم هنا يدخل في الشحم وفي آيات تانية في آية الإبل بتفرق بين لحومها وشحومها وبالتالي في الآيات التلاتة بتاع الطعام المحرم هو لحم الخنزير يعني زيت تري اللي بيست جكت من جلد الخنزير ما حرام يعني دهنه شحم وما حرام ده إذا اعتبرنا أنه اللحم والشحم منفصلين أما إذا في ناس اعتبر أنه الشحم جزء من اللحم مع أنه القرآن مفرد بناتهم يبقى هو لحمه وشحمه لكن جلده ما داخل جلده على كل حال ما داخل وبعدها قال وما أهل به لغير الله وفي آية تانية قال وما أهل لغير الله به لكن ده لازم نفهم كلمة أهل ده من الهلال زمن معنى ده زي شكل عبادة عندها زمن محدد عندها توقيت عندها توقيت لكن بعد ذا قال فمن اقتر ده الاستثناء الوحيد في محرمات الطعام لكن يقول فمن اقتر غير باغ ولا عادل فلا اسمع عليه إن الله غفور ورحيم والآيات ذكرته كثيرا ده محرمات الطعام اللي هي الميتة والدم واللحم الخنزير ده المحرمات المادية بعد ذاك في المحرمات اللي هي الطقوسية وماهلة به لغير الله لو بيجينا في التلاتة ديل ما في غيرهم أين الخمر هنا إذا القرآن دقيق جدا لما انجل الخمر الخمر في حد ذاته ليست محرمة يعني لم ترد في التحريم ولكن الورد في إثمها لأن ربنا سبحانه وتعالفك قال حتى الإمام الباقر يعني قديم الرائد يعني لأن ربنا في الثاني يقول قل إنما حرم ربي الفواحشة ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق فهين في الآيات نجي لآيات الخمر يسألونك عن الخمر والميسر والربط بين الخمر والميسر نحن الآن للمفسرين ولا نحن ما فهم من الميسر لكن الآن في باحث اسمه زكريا محمد كاتب كتابين عن ديانة مكة قبل الإسلام فقدم يعني تصور لكيف كان الميسر الناس مكتفون لكن ما فهم منه نحن قل فيهما إثم كبير وما نقول لك أن تجتنبوا كبائر فالإثم ما إثم فقط إثم كبير لكن ومنافع للناس إذن الخمر الآن نحن نستخدمها في التعقيم نستخدمها في العطور نستخدمها في حاجات كثيرة دي منافع يعني قال وإثمهما أكبر من نفعهما إذن هذه الآية ليست آية التدريج دي آية بتديك معلومات أول حي فصل لك الخمر وربطتها بالميسر خلي الميسر قالت لي قل فيهما إثم كبير دي معلومات حقيقية عن الخمر فيها إثم كبير وفيها منافع للناس الآية الثانية طبعا هم الفغاها بقول لك الخمر حرمت بالتدريج أنا قولك لما قلت بالتدريج أنا ما قلت التحريم بالتدريج قلت هو كان نهي في رسالة والآن حر الغراني وريني إنه أيوان يعني ورد ذكره في الغران عشان نفهم إنه في الكسالات السابقة لا التدريج ليس في التحريم التدريج في ناهي لتحريم بين مجالين الآية الثانية نقول يا أيها لزينا آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس من عمل الشيطان دي قدمت طبعا ركس نحن ما فهمنا لكن هنا في معلومة مهمة جدا المعلومة الأولى أنه فيها اسم كبير وفيها منافع المعلومة الثانية هي الحياة المعادة ركس كويس؟ وريكس زي نيكس بس الحرف اللي هو المختلف يعني كويس؟ المعلومة الثالثة قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر لاحظوا مربوطين ده دي معلومة تانية دي معلومات بتتقدم ليك كويس؟ الحتة الثانية اللي هي يا أيها الذين عملوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة ده ما تحريم ده نهي وسكارة هنا ليست الخمر سكارة هنا إنما سكرت أبصارنا أو ترى الناس سكارة اللي هو يقول لك ده سكر الباب يعني يغطي وجاي منها كلمة السكرتير بالعرب لأنه لغة عربية قديمة السكرتير وحافظ السير يسكر على اليوم فلما يقول لك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون في شرط هو ده نهي إتا لو جيت من الشغل يعني ومسكرة معاك شوية ما تصلي أقعد يرتاع بعدين صلي الصلاة ليست وسعني يعني لكن ممكن تصلي وطبعا إذا علمت ما تقول فإذا أنا الآية دي ما عندي علاقة بالخمر إذا تكلم عن السكر عامة الخمر ممكن تكون جزء منه ممكن تكون جزء منه باعتبار أنه الخمر مرات ممكن تخلينا ما وعي وبالتالي لاعي ما أقول بس لو عملنا جزء من السكر هنا بتبقى في مشكلة معناه أنت تصلي لو ما صلي تسكر طيب كذلك دكتور خلينا أخذ فاصل قضي الطرخام اللي فيها شوية جدل خلينا أخذ فاصل وأجيك مرة ثانية رائع عشان نفصل فيها بعض الشيء فاصل غصير ثم نعود مرة أخرى لمواصلة الحديث مرحبا بكم من جديد دكتور عمر محمد سعيد الشفيع ضيف المقاربات لهذا المسافة أهلا بكم وسهلا دكتور أثرت قضايا كثيرة حول الخمر وهي أصلا حولها قضايا مثارة يعني فأنت في حديثك ذكرت أنه الخمر ليست حرام ولكن المحرم هو الإثن وإنها مرتبطة بالميسر وإننا ما فهم ما هو الميسر والله هذا سؤال ورطة لكن الخمرة المهمة المعلومة اللي أنا بتهمني أنه ما بحاجة يسمى تدريج حرمت الخمرة وسعيدنا عمر جاء الكلام لأن الخمرة الآيات بتقدم معلومات إذا قلت تدريج معناه دمجة المعلومات وفقدتها لأن دي بتقدم معلومات لكن هو مثلا يسألونك عن الخمر والميسر هو ربطهم لأنه الميسر دي كانت لعبة عند العرب وإظنوا بيوزعوا فيها جزور ولكن الخمرة داخلة فيها لكل حال هي لعبة كتبوا فيها بعض الكتاب العرب والآن زي ما قلت الباحثة جديدة حاول يبني لعبة الميسر دي من جديد لأنه فيه ما أعرف عشرة لاعبين وفيها ثلاثة هي الأشياء يا دكتور العالي أنها هي القمار يعني هي لعبة لا هي ليست القمار بتاعنا المشهور ده وهي لعبة وفيها طقوس دينية مشهورة بديانة مكة القديمة لأن ديانة مكة كانوا ناس مكة ثلاثة طوائف الحلة والحمص وطائفة ثالثة والآية لما قالت وأنت حلوا بهذا البلد بتوري أنه النبي عليه السلام قام من طائفة الحلة وهي طائفة أقرب للحنفاء يعني فهي الحاجات دي كلها في مكة ما دريست لكن كان فيه نظام ديني طويل يعني حتى إنت لما رأيك رحلة الشتاء والصيف إلا في قريش إلا فيهم رحلة ما قال رحلتي فهي رحلة واحدة وليست رحلة الشام واليمن فدي كلها طقوس دينية كانت تمارس لأنه البيت ده وضع منذ بدء الخليقة فحتى التراكم كان كبير يعني وهناك إشارات في الكتابات كلها يعتمد عليها الباحث وهو في المجال دي جديد يعني نفس السبع فالمهم نرجع للخم يسألوك هالخمري والميسر قول فيما اسمه كبير يعني إت لو شلت كل المعلومات في الباكجراوند بتاعك وجيت تقرأ الآية دي بأنه تجعلها أمامك كده ودار تعرف ربنا قال شنو أنا عاوز أعرف حاجة أنا ما حعرف كل حاجة لكن داري في حاجة فبجأ الآية دي راح عاد يسألونك عن الخمري والميسر قل والقل دي للنبي للرسول قل فيهم أو دي السنة القولية اللي وهنا فيهما اسم كبير مجال فيما اسم نسكت في الاتنين ديال في اسم كبير والاسم محرم وهو كمان ده اسم كبير يعني معظمة اسم كبير محرم لكن بعد ده نادم نعرف اسمها ففي كثير من الناس بقولوا اسمها هو السكر يعني ده سكرتك بتبقى ده اسم والمنافع تبقى هي اللي نحن نشغالين فيها العطور فيها خمر والتعقيد وخمر وزمان العملية الجراحية بعملها بخمر وربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن ده ما نيوى يعني دليل أو كتالوج للخلق يعني فما نبقوا الحاجة سائد نحن كل ما نرفض حاجة معنا رفضنا جزء من الكتالوج يبقى حنبوز الآلق يبقى نحن لازم نتوابع ونفق كلام الله زي ما هو لك ما نفرض عليه حاجة من رأسنا يعني زي فقيه مهما كان كبير وقال الحمر الحرام ما يرهبنا بكلامه وكبره ومؤلفات أنا قدامي كلام ربنا وأي زال بيفهمه ما أنا بلا يلا يفهمه طي جي واحد بيعرف كلام عربي بس يطرح من كده شوية بيفهمه يعني وما يتخلع بكتب تألفات وأشياء تقالت وجو واحد كبير قال لك حرام والله الحرام زي ما أقولنا حاجة كبيرة أنا لما نقول لي حرام ده حاجة موبروز يجب عندها يعني زي ممكن الجيش احترام ولا هي زي جاءت جاء منها اللفظة حرام احترام يعني فلما نقول لي حرام ونعرف أنه الحرام من الله خلاص ده انتهت يعني قال لو كانت حرام لا بتدخل في عملية جراحية ولا بتدخل في عطور ولا بتدخل في أي شيء ما بتدخل خلاص حرام يعني اللي واسي نحن مفرضنا ما رسنا على لحم الخنزير ما يدخل في أي حاجة في ناس طبعا بيدخلوا في الأنسولين ولا شنا ما بعرف طبنا كمسلمين لكن إذا بيوخد غير اللحم شحم ويتممكن لكن احنا كمسلمين عرفنا الموضوع الموضوع من الحرام نبعينه ريبة ما في استثناء زي ما قلت إلا الاضطرار والاضطرار في الطعام فقط طيب نرجع للتحرين في الطعام التحرين في الطعام زي ما قلنا هم التلاتة ديل إنما حرم عليكم الميتة والدم والدم في آية تانية شرحه اللي هو قال دم مسفوحا والخنزير ذكر لحم الخنزير في الآيات التلاتة لم يذكر الخنزير زي الميتة ما هو أنا لازم أقارب هو ذكر الميتة ما قال لي لحم الميتة ولا زفر الميتة قال الميتة يعني هي الميتة كلها كلها خلاص الميتة كلها أما الخنزير لحم وбأس لحم فقط نا لتالي أنا قبلت واحد من الطلاب الازهر وаюсь زكا اخنزير يعني عط وضحك تماığım فما في حاجة الشحم في حوار فÖ لكن هما من اللحم يعنى وما أهله به لغير الله او ما اهل لغير الله بيه دي طبعا بيكون طقس ما عندنا لا ما حاش اغالي موقتي طيب لكن بيقول شنو فمن اضطره يعني الواحد ينتبه للصياغة لانه فرق بين الضرورة والاضطرار والاضطرار الضرورة دي حاجة عادية ممكن انا الضرورة لكن الاضطرار ده حاجة فعلا اضطرار فيها التابة على الجهد دي يعني انت خلاص حتموت يعني وبعد ذلك في شهر طين انت معه مارست بغي غير باغ ولا عملت ما كنت عادي على غيرك وبالتالي قال في الحال دي لا اسم عليه لانك اذا اكلت واحدة من الديل فوق انه حرام ارتكبت اسمي كمان لكن دي الاضطرار نفع عنك الاسم وفي حدود الاضطرار تنقذ نفسك بيهن اللي هي محرمة الطعام فقط اما غيرها لا استثناء فيها طيب المنخنقة ده تفصيل للميتة ده تفصيل للميتة لانه هو جابه هنا قال حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخزيرة وموهلة لغير الله به والمخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما زكيتم فدي كلها تفصيل للميتة فالصلا يعني طيب التحرين ده من حق منها دكتور نرجع للقضية دي تانية التحرين يا جماعة هنا انما حرم عليكم هم من ده ده ما الله سبحانه وتعالى ولما يقول حرمت عليكم ده ما الله سبحانه وتعالى هنا يقول لي قل انما حرم ربي يعني الايات واضحة اه في ايات تانية اللي هي بتوريك انه بتقول ليك يا اخي اتو ما تحرموا الايات بتاعت التصف قلسنتكم والكذب دي يعني دي الاعيات دي لازم نركز عليها لانه الحرامة الافترة ده ده عديد تسمى الافتراع الكذب طبعا من لسان القرآن الافتراع عندما تفتري الكذب يمكن ان تفتري غيره ولذلك الانسان المجود للغة بقول ليك يفري فريضلي مممم أن تفتري الصدق يعني لما نقول عليك مفتري الناس فاكرين انك انت مكذب لكن لا مفتري اتو انت تجيب الافتراء يعني . هذه التي تجيب ممكن تجيب الصدق در لكن ده اسsmith وانت افترع الكذب.\ وا Mountains اظلم لمن افترع لالله الكذب وهو يدعي الى الاسلام اول انت متكذب دان مرة واحد اثنين ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال الهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لما انت تكذبه على الله لو انه ت Rolleذا يعني الحاجة ما حرم أجيب أليه الحاجة التان حتى يوم القيامة قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا وكلمة هذا دي مهمة لأنه دائماً هذا لما تأتي بعد ذلك أنا بيتحدد يعني سيد نسا لما قال يذهبوا بقميص هذا القميص ده بالتحديد أريد أن أزويجك إحدى ابنتي فبالتالي هذا تحريم عيني وقال لهم يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم النبي موت لهم ولا تتبعه والذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون في آية تانية يقول لهم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق إذن الرسول عليه السلام لا يحرم وهو ما حرم ما حرم أي حاجة إلا إذا ما افترناه على لسانه يعني إذن التحريم هو من يعني أجيز لنا نستعمل كلمة سلطة الحديثة دي هو من سلطة الله سبحانه وتعالى أيضا دكتورة الآن في كثير جدا من الحديث فيها كثير من المحرمات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما هي دي المشكلة أنه لحاجة أنا إذا فهمت القاعدة وركزتها كويس جدا الناس لازم تركز يا جماعة بين أنه الرسول مقام والنبي مقام يعني دكتورة الجيلة الأمام ذا هو مثلا من بروفيسور في الجامعة وهو أب وهو في نفس الوقت مقدم برامج فأنا عندما خاطب الآن مقامه على البرامج ما بهم من هو أب ولا بهم من هو بروفيسور فالنبي عنده مقامات هو أمي وهو رجل وهو رسول وهو نبي دي مقامات لكنها في شخص واحد الناس لما تقول له مرة طول النبي قالين بتفرج في واحد محمد اسمه وطول واحد محمد اسم النبي لا هو شخص واحد النبي بس عنده وظائف في حاجة ثانية مهمة برضو أنه في كثير من الأحاديث وردت بلاه اللي هي نهي والناس أخذوها علينا دي ممكن يعني النبي لو نهى من حقه وده التطوير بتاع الدولة أو بتاع المجتمع أنك بتنهي لما نتهى الموضوع بتنهى النهي فالذلك نحن لو وردنا نهي لازم ندرسه قال له في الحديث ذلك الاسمه سبب ورود الحديث زي ما هناك في سبب نزول فما نشوف السبب شنوه لو انتهى السبب خلاص انتهى طيب حرام النكاح واضح طبعا يا دكتور حرام النكاح واضح عندك فيه حديث لا هو واضح لكن بس ممكن نقول فيه التدريج بتاع ممكن الناس يدرسوه أنا بس نبههم شوية كذا يدرسوا لأحرمت عليكم مهاتو معنا أول تحريم في خلق البشري هو الأم وبعده جات البنات وكذا يعني الناس لو يفهموها كذا لكن ومحددات يعني دي وبعدين دي في الناس كلها في بشرية كلها اي في حاجة تانية نقول انسيناها انه يا جماعة الحرام دي ما للمسلمين والقرآن ليس للمسلمين القرآن للبشرية يقول له والناس الآن بيطبقوا يعني بيطبقوا لأن القرآن هو دليل الكون إما أن تقرأ أو تصل إليه بفطرتك وبالتالي حتى الآن اللي يبيح مثلا المثلية الجنسية هم مختلفين فيها لأنه بفطرتك مخالفين والحياة الثانية بتوها هي قيم يعني لكن في حتة هنا اللي هو نكاح الزنا قال الزاني لا ينكحه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحه إلا زاني أو مشرك وحر مذالك على المؤمنين أولا ما قال على الذين آمنوا على مجموعة معينة يعني الزاني وزاني يكون من الذين آمنوا لكن قال وحر مذالك على المؤمنين المؤمنين دي المجموعة خاصة اتصفت بصفات وعندهم صورة بتتكلم عنهم فربنا سبحانه وتعالى بيحميهم وحر مزالك على المؤمنين هم مع الزواج الزانية والزانية بحماية ربنا لأنه فيهم صفات لمن تتوفر فيهم بيوقع حرام عليهم في أبعاد نحن أقولنا ما بزل بفهمها لكن في حمايات في ملائكة بتحميه في قوانين الله ماشية لكن قال وحر مزالك على المؤمنين وما قال على الذين أقولوا لا يحادي المؤمنين إذا هم مؤمنين اتصفوا بصفات المؤمنين التي تجراها على الإطلاق طيب الحلال يا دكتور بالمغابل حنزال نحن إذا سألنا عن الحرام نحتاجين نزال عن الحلال ده سؤال كويس جدا ولأنه برضو في الحديث النبوي أنه بينهما أمور مشتبهات أو متشابهات فشنو الحلال الآن موقع الحلال من المحرمات برضو الحديث عن أنه الأصل في الأشياء هو الحل أو الإباحة ده يدخل في باب أن المحرمات محددة اللي هي محددة بالقرآن الكريم لا نستطيع أن نتجاوزه بأي حل من الأحوال ودي الحدد المولى عز وجل مهم الفغى عندما وضعوا القاعدة كأنهم كانوا يشعروا بأن الحرام فعلا محدد يعني ما في واحد يسأل وضرب تلفون لفغي وقول لي حرام أنت كمسلم يمكن أن تكون عارفة الحرام وتعرف أنه ما فيه يستثناء إلا طعام في هذا الزم ما أظن فيه اقتراب فيه زمع يمكن أن نتجاوزه بأي حرام يمكن أن نتجاوزه بأي حرام يبقى السؤال يا دكتور الآن السؤال عن الحرام ده يدل عن جهل يعني لا من أزال فقيهين الحاجة ده حرام أو حلال ده دلالة على الجهلي بالضبط كبير لأنها هي نفسها محددة في القرآن الكريم وما حاجات كثيرة يعني أظن أنها هي حاجات محسوبة بالحساب الحاجات المحروم محسوبة في مجموعات يعني المحرمات المتلوة اللي هي التسعة ديها والعشرة ومحرمات النكاح محرمات الطعام محرمات الأموال مثلا محرمات ما برفع الكذب والإسم وكذا يعني لو حسنتم تقولون 14-15 ما كتري من كذا ما كتري من كذا طيب تبقى أنا بعد ذاك لو سألت حق وازأل عن الأشياء المنهي عننا لأنه النهي في إمكانية لأنه يرفع لزوال الأسباب الأدة إلى النهي عنه هنا يظهر الفرق بيننا وبين الدول الغربية أني نحن بنسأل كأفراد عن النهي هناك لا النهي تحدده المجالس التشريعية وبالتالي القانون يعدل اللائحة تعدل المواطنين يعرفوا أن الضرائب السندي فيها ما بعرف حاجة تعمل حاجة تعمل اللي هي ده شغو اليوم بتاع الدولة النهي ده شغو اليوم بتاع الدولة ومجتمع يعني طيب فبالتالي نحن ممكن نسأل من الفيه بتاعنا لكن الحرام قلت جهل هو جهل لكن الجهل أنا ما مقصد بيه جهل الما بيكتب ويقرأ ده جهل فينا نحن حتى المعلمين أكيد أكيد طيب نريع عشان نعرف ما هو الحلال دكتور طيب ما هو الحلال ربنا سعطة أقول يا أيها الذين آمنوا والخطاب دايما للذين آمنوا وأنه ده مجموعة العامة اللي فيها كل المستويات يعني أوفوا بالعقود ده أمر طبعا وده نحن المضيعين أحلت لكم بهيمة الأنعام والأنعام ده في الخلق مخطوطة كده بين خلق الإنسان وخلق المضغة فده أحلت لكم بهيمة الأنعام يعني ده كده ربنا حدد لكم ولن قال إلا ما يتل عليكم إذن يتل عليكم معنى في المحرمات مرجع للمحرمات المكلوة أي وغير محل الصيد وأنتم حرم طبعا أنتم حرم دي الناس فاكرنا أنه هما في الإحرام محرمين لا هو الإحرام شنو أصدر الإحرام إذا كان الحج في الأشهر الحرم معنى هناك إحرام يعني لكن إذا كان في الأشهر المعلومات يفترض يكون هكي إعلام ما إحرام فأنتم حرم يعني أنتم في الأشهر الحرم والأشهر الحرم اللي يبدو بمحرم وهي متتابعة لأن من أربعة الحرم وسميت حرم عشان الصيد عشان كده المسلمين ضيعوا السر والحيوانيهم انه في هذه الاشهر البهايم في الشهور دي بزاة شهر ربيع البهايم بتكون متوالدة والعندي تابعينها بالفطرة في العالم الغربي وحاجزينها والبهايم مفزة والمحرم الصيد في الاشهر الاربعة دي وطبعا هذه الاشهر ممكن تبقى خمسة لانه الشهر الحرام منفصل الشهر الحرام اللي هي لما يدور شهر النسيء اللي هي العالم كله يستخدم من السنة الاسيوبية القمرية والشمسية لا السنة الاسيوبية والصينية وغيرها عشان توزن السنة القمرية والشمسية بيضاف شهر 13 كله 3 سنات نحن في التاريخ الاسلامي لغوه بعد خلافة عمره من الخطاب الآن التقويم الهجري هو اسوأ تقويم في العالم والذلك ضيع علينا الاشهر الحرم اللي هي كان ممكن المسلمين يتقدموا بيها اللي الامم المتحدة ويعملوها فترة بتاعة حرم في العالم كله وانا يقوم فيها السلام يعني المهم قال غير محل الصيد وانتم حرم دي يبقى هنا في التحرين وهورا بطف الصيد وانتم حرم الصيد اشعر البهاين وانا يبقى الحاجة التانية يسألونك ماذا أحل لهم دا إجمال قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين في ناس كان بقراء غلط مكبلين لكني مكلبين من الخلم فالعامة هي الطيبات والتانية الخبائس وبعدين اليوم أحل لكم الطيبات دي آية وطعاموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم الجوطان بتقابلنا عنه في العالم العربي لكن الآية بتقول الذين أوتوا الكتاب مجالة أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب دي الممكن نحن غير نيز til أوت الكتاب وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لما نيجي حدد الذين أوتوا الكتاب لا منا نقول من قبلكم لكن لو قال أوتوا الكتاب ممكن تكون أي واحد من الاثنين من أهل الكتاب لأن الكتاب نزل مرتين فدل الحلال يعني لكن الحلال محدد تشيل منه الحرام الباقي كله حلال طيب لما نجي للمصطلحات الفغه طبعا عنده الواجب والفرير لا نحن هوفروض نستعظم مثل القرآن هناك حرام، هناك منهي عنه، هناك حلال يعني ربما أقول حل الله هو البيع هو البيع مكان حرام ما شاء الله كله نزال يشرح لك ريبك لأنه ليبق الصدقات فنحن لو استخدمنا المصطلحات دي منقلل ونفهم لأنه أنا كتا بيجيب ما بعرف واحد مستحب مكروه ومكروه ما بعرف حتى ملخبتك مدوب وواجب وكذا جاءت مين مين المصطلحات دي يا دكتور ما هو الضرورة اللي يعني ما هو الضرورة اللي استدعتهم الفقهاء يولدوا مصطلحات كثيرة أشكلت على الناس الآن لما أنا قتلك الفقهاء كان هم الفقهاء كان بيقدموا في عمل اللي هو القوانين للدولة لأنه ما في مجال استشريعية الدولة ما تطورت وهم بوضع القوانين اللي هي الآن يعرف بالشريعة والفقه وطبعا لما فيد من أي زل بيقول لك أنا داري طبق الشريعة بيكسط بها كده ده بغش نفسه بغش الناس يعني فهم كانوا بيقدموا قوانين بشكل مزاهبهم أو غير مزاهب طبعا كثيرة وانا ده أربعة باس فبقدم القوانين دي والدولة بتمشي بها الدولة كان في شكل المجتمع يعني ولأنهم مبعيدين عن لسان القرآن فعاوزيني زي أي حتة يقولوا ده ممنوع ده غير ممنوع فجاءوا بالمصطلحات دي لكن لو راجعنا الآيات الآن ومصطلحة الآيات يستحبون لي فالقرآن سالب نيجاتف ما حلو يعني قصة يستحبوني طيب دكتور عشان يبدو أنه الزمن ما شعر الختام الاجتناب ولا عندك إفادات أخرى يمكن أن يكون ما أخذتها منك خلينا نقف شوية مع الاجتناب ونشوف إذا عندك أي إضافات أخرى لهذا الموضوع أن إحنا فتحنا فيه فقط نافذة لا أكثر ننتظرك إن شاء الله في إجازة قادمة عشان نفصل فيه أكثر يعني إن شاء الله والله يا أخي أنا أشكرك لكن الاجتناب هو الآيات بتاعت الاجتناب يقولك ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إذن النهي ذاته فيه كبائر يعني قلنا أنه فيه جزء يدخل للحرام وجزء يتفكوا لكن للتأكيد مرة أخرى إذا فيه حاجة منهي عنها ما بفك أنا كفرد دي محتاج مجلس علمي ومحتاج الدولة طيب كويس والذين اجتنبوا الطاغوطة أن يعبدوها والاجتناب دا كانك تتجعل مسافة بينك وبينه لأنه يعني فيه آيات كثيرة بقولك جنب صح؟ جنب جنب وأخو موسى لما شافته عن جنب والتاني قلت والذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش فدي تعليمات ترقية أنا كنت تجعل مسافة وحددها أصلا حدد الاسم محرم وجاب ليه بتعليم أكتر تربية أنا كنت أبعد منه أصلا يعني دي تربية يعني اللذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش إلا اللمم والفواحش دي ذاتي فيها ما ظهر وفيها ما بطن وبالتالي ما ظهر مثلا واحدة من ما ظهر هو الزنا الناس فاكرين الزنا ده هو أي فاحشة لذلك في سورة النور الزنا ما عند شهود الناس لخبطوا الشهود على الفاحشة الزنا دي لأنه فاحشة ظاهرة واحد يعمل بيوت بتاع الدعارة يا واحدة أو واحد اشتهر بالمضاء فبجيبوه طوالي بيجي لده ماذا إلا هو شهود صار ويصد عذابهم الطائفة من المؤمنين لكن إذا بيجيبوه فاحشة يعني باطنة أو غيرهنا دي بعض ده ممكن بالذات بين الأزواج يبحثوا عن الشهود لذلك الفواحش لازم تفصل يعني بين المرأة والمرأة كده راجع لنا شوية دكتور في المزادي برضو لأنه إنت لا منتهبش لي المسلمات اللي في عقول الناس دي يعني غد تشكل عليهم لأنه إنت هبشت الخمر نتمنين الناس يكونوا فيهم السياغة اللي وجودة فيها وهبشت الآن الزنا وطبعا أنا بطلب من الناس برضو الكلام ده يبحثوا للقرآن يبحثوا نعم يبحثوا للقرآن ويتحرروا من كل ما سمعوه ويتتقوا الله بأنهم دار يجيبوا علم يعني كلام ما ممكن يكون غلط يعني ممكن هم يساعدوا ويصلحوا لي أكيد طبعا دي إحنا واحدة من الحقيقة قاعدين نشتغل حولها في البرنامج جونه الكلام اللي بيقال هنا ما كلام نهاية طبعا بيتها إلا أنه إحنا دارين الناس يقروا براهم طيب نرجع للفواحش والتفصيل فيها يعني جزء من مما يعرف بالزينة الآن لا يحتاج لشهود والجزء تاني اللي هو الفاحشة الظاهرة اللي هي التي دي ما حددها لا يقال قل إنما حرم ربي الفواحش جميع طيب وبما أنه قال جميع معناها أقل لها تلاتة لأنه ما مسنة وقال ما ظهر منها وبطني إذا جاب لها تقسيمين يعني يفترض نحنا أستع بيقول لك عن التصنيف تاكسونيما أو القرآن هو جايبك وقال لها يجري أن يتبعنا الفاحشة وبعد ذلك في الفحشة خليها يجي ما ظهر منها وما بطن يجي يشوي لنا مجموعة ما ظهر منها هذه بحيث القرآن فسارها أو فصلت القرآن بيقول إن مفصل وما بطن منها أيضا شنو فما بطن منها دي مثلا ممكن ندخل فيها الفاحشة بين الرجل والرجل والفاحشة بين المرأة والمرأة دي ممكن بطن يعني يعني يعملوها الفاحشة العادية من غير الناس يشوفوها ما ظهر منها دي ممكن يكون الزنا لأنه الزنا فاحشة ظاهرة أو ععلنية زول بيعملها اللي هي الآن حتى في العالم الغربي بيقوا يعملوها في المسرح يعني دي يعني من دقة القرآن قال ما ظهر منها يعني طيب فالفواحش دي في المجتمع موجودة يعني لكن الناس يغرفوا تصنيفاتها وين يعني طيب دكتور يعني برضو عشان الفايدة العامة أنا قرأت إنه لديك تفصيل فيما يتعلق مزلة حدود الله ففاستلان في المزلة نعرف إن الحدود المطلوب مننا نحن يلتزان بيها اللي هي حدود ربنا اشنا الحدود في القرآن ممكن الناس ترجع إلا أولا في القرآن كلمة الحدود وردت جمع لم ترد كلمة حد والقرآن عندما يورد لفظة أو كلمة مقصودة يعني في الدين وردت كلمة الدين لم يرد الجمع والحدود العكس ورد الجمع ولم يرد المفرد هذا يعني أنه الدين واحد جاء في شكل رسالة ما جاءت كلمة الأديام نطلق ناجحة جاءت ميلة للرسالات طيب الحدود جاءت جمع ودي الدقة حتى في الكون أنا كنت لما تجي الآن في السكر ولا فانا في حدين أقل لحاجة حد أعلى وحد أدنى قلت لأنه لما تجيس السكر لما تهم أي حاجة فبالتالي أنه الحدود ورد برضو فيها تصنيف أنك حدود لا تعتدوها وحدود لا تقتربوها طيب الحدود لما انتجي في القرآن بتجيها متعلقة بالإرث وبالطلاق ولا علاقة لها بالعقوبات إذن ده برضو واحد من فلاسفتنا الفقهاء أنه مكان بيتفلسهوا وبيجيبوا مصطلحات قد تكون مبدع ولكن لا علاقة لها بالقرآن فأخذوا هذه الكلام اللي هي الحدود اللي أنا بتتبعه براعيها في الطلاق براعيها في الميراس براعيها في ما ذكره والقرآن ما ستمشي تراجعه يعني بتصنيف هذا الاثنين لكن العقاب لا علاقة لها بالحدود يعني لا تسمع أنه سيقول لك الحدود وعليك إقامة الحدود والنبي أقام الحد هنا الحدود ما عندها إلاقة بالعقوبات بتاتمت القرآن نعم دكتور مهتمينت بالدراسات القرآنية نحن مدري نكشفها لا سهل لكن آخر ما يهتم به الدكتور عمر محمد سعيد الآن في دراساته وفي أبحاثه وفي اهتماماته في متعلق القرآن الكريم لأنه كتاب ده كل مرة يتهشنا أكثر يعني والله الموضوعات كثيرة هو في منهج والواحد بيطبك تطبيقات النفس الإنسانية ممكن الواحد مهتم بيها لكن أنا في موضوعين أنا لما نجل الناس بتكتف في موضوع ما بنشفه بيقول خلاص عملوهم لكن ما عندي موقع لكن في موضوعين أنا شايف ما شغل الموضوع اليوم الآخر وموضوع الملائكة الملائكة عندنا مثلا نحن عقائلين الملائكة سجدت لآدم وانتهت لكن كل نفس اللي لما عليها حافظ والملائكة موجودين وبسجدوا ليك وبينزلوا وبينفزوا على ما الملائكة مفصلة في القرآن أول التدبير عامة بأسماء مختلف الصافات والمرسلات وشغل كثير يعني ما في زوج كتب عنه لأنه ده كلها عندنا مترادفان والعالم يعني هسه في حاجة كثيرة بتحصل لإنسان في ناس بسموها كرامة وكذا ودي ممكن تحصل ده كلها بتعتمد كمان على تغيير النظر للمنهج العلمي لأنه إحنا المنهج العلم تتبعينه منهج غربي اللي عالم الخلق المحسوس طبعا في عالم خلقي غير محسوس زي النفس وزي الموت والحياة اللي هي هم أصلا ما عندهم بها علاقة ولا يمونوا بها أصلا في مناهجهم وتنفيذك سوى الغيبة والعالم الأخر إذا إحنا فصلنا وعملنا المنهج وفصلنا ممكن على اللقاء لنعرف أنه في عالم تاني عايش معنا وبيحفظنا نحنا النقطة الثانية العالم الآخر نحن نقول لنا ما نقول الآن الدنيا مزرعة الآخرة لكن عندنا نحن يوم القيام واليوم الآخر ويوم الفصل ويوم الدين نقول لنا مترادفات ليوم واحد هي ليست كذلك إنما هي تفاصيل حتى فاي بيقول لك ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة اللام دي معنا الموازين توضح في زمن ويوم القيامة في زمن شاكر لك دكتور أتمنى أنه الإجازة جاءة إن شاء الله تعالى نصادك من وقت مبكر أو بالسكايب إن شاء الله تعالى نتمنى ذلك يعني عشان نقدر ندي الناس فيها ذات أكتر وأنا مؤمن تماما بأنه كثير من الإشارات الوردت في كلامك هي محتاجة لبحث وتدقيق حتى لا يأخذها الناس يعني يطلغوا عليها أحكام غير تكون بعض برضو في بعض الأحيان تكون أحكام يعني تحدد الأشياء أكثر مما هي متاحة لانا شكرا جزيلا دكتور عورة محمد سعيد الشفيع أشكرا من لك إجازة طيبة عودة حميدة من المرة القادمة إن شاء الله أشكرا جزيلا والقناة والبرنامج وأرجو أن الناس يبحث بنفسهم ويدخل مرحلة معرفة كتاب الله شكرا جزيلا دكتور الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه الرحمة يقول إنه إيمان الفطرة ذلك الإيمان الذي وضعه الله فيك وأشهدك على أنه ربك وإلهك هذا الإيمان فيه ملكات داخل الأنفس تنسجن مع الحلال تلقائيا ودون أدنى تفكير وتتصادم مع الحرام حتى دون أن تعرف أنه حرام إنها تهدأ مع الحلال وتضطرب مع الحرام وهذا أكبر دليل على عمق الإيمان في النفس البشرية وأن هذه النفس إذا انتجمت مع صاحبها عاشت معه في هدوء وسعادة وإذا اضطربت عاشت معه في شقاء تحياتي وفريق عمل المقاربات وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر